تشاهدون الآن نشرة الأخبار من قناة حضرموت رئيس الجمهورية يهنئ نظيره الألماني بيوم الوحدة لبلاده وزير النقل ومحافظ حضرموت يناقشان مشاريع لتطوير ميناء المكلة وإنشاء محطتين للنقل البري بحضرموت التوقيع على اتفاقية لحفر بئرين لمياه الشرب بالمكلة تجشين بمستشفى تريم العمل بجهازي الإيكو لأمراض القلب وجهاز سي أرام وملحقاتها لعمليات العظام بمستشفى تريم مناقشة خطة مكتب تربية حضرموت الساحل لنشر الوعي بين الطلاب بمخاطر المخدرات ومن الإيجاز إلى التفاصيل أهلا بكم بعث فخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي برقية تهنأ لنظيره الألماني فرانك فالترشتاين ماير وذلك بمناسبة ذكر يوم الوحدة لبلاده وعبر رئيس الجمهورية في البرقية عن أحر التهاري وأطيب التبريكات له بهذه المناسبة متمنيا لفخامته الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق التقدم والازدهار ناقش وزير النقل مراد الحالمي مع محافظ محافظة حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم بديوان المحافظة عددا من المشاريع التطويرية في ميناء المكلة والنقل البري واستعرض الوزير الحالمي مع المحافظة البحسنية خططا لإعادة تأهيل ميناء المكلة وإضافة بعض الأرصفة من خلال تخصيص القرض السعودي كما تمت مناقشة إضافة عدد من الخزانات في الميناء للتعزيز المخزون النفطي للكهرباء بالمحافظة وإيجاد موقع بديل للخزن الاستراتيجي للنفطي خارج مدينة المكلة كما تم خلال اللقاء كذلك استعراض الدراسات والتصاميم الخاصة بإنشاء محطتي ووجه نقل بري في شرق وغرب المكلة وكذا تزويد المحافظة بعدد من الباصات محافظ حضرموت خلال اللقاء وجه بسرعة البدء في إنشاء محطة شرق المكلة وأيضا تكليف مؤسسة النقل البري بمتابعة أصول المؤسسة والمواقع الخاصة بها وناقش اللقاء أيضا إمكانية تخصيص جزء من إرادات منفذ الوديع الحدودي لتطوير المديريات الواقعة في الشريط الصحراوي ومشاريع التنمية والخدمات والبنية التحتية بها حضر اللقاء وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي والرئيس التنفيذي لمؤسسة مواني البحر ومدير عام مكتب وزير النقل فهيم سيف العربي المهندس سالم باسمير ومدير عام فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية المهندس نعيم العمودي ومدير عام ميناء الوديع البري مطلق الصيعري ومدير عام مؤسسة النقل البري بحضرموت عبدالله العطاس وقعت صباح اليوم بمكتب محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الروكين فرج سالمين البحسني اتفاقية لحفر بئرين لمياه الشرب في حقل مياه فلك الشرقية بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وبتكلفة اجمالية بلغت ثلاثة عشر مليون وثلاثمائة واربعة واربعين الف ريال وبتنفيذ من قبل مؤسسة السليماني للمقاولات وحفر الابار الارتوازية واوضح المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس وهيب غانم بان هذا المشروع يأتي بهدف استقرار ايصال المياه للمواطنين المقرر ان ينجز المشروع وانه من الساكرين في مناطق وسط المكلة وشرقها خلال فترة شهرين تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاقية حضر مراسم التوقيع مدير مكتب المحافظة المهندس صالح العوبة ثاني دوشنا اليوم بمستشفى تاريم بمحافظة حضرموت العمل بجهازي الايكو لامراض القلب وجهاز سي ارام وملحقاتها لعمليات العظام وتبلغ كلفة الايكو المقدم من مؤسسة بن كاردوس للتنمية بتسعين الف ريال سعودي فيما السي ارام مقدم من مؤسسة الالطاف الطبية الخيرية بمدينة تاريم وفي حفل التجهين اشاد وكيل بحافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري بالدعم اللامحدود الذي يقدمه رجال الخير والاعمال على مستوى المجال الصحي والتعليمي داعيا رجال الخير والاعمال الى التنافس في مثل هذه المشاريع التي تسهم في تخفيف عبء وعناء ارتفاع الكلفة والسفر الى الخارج في ظل صعوبات المعيشة التي يعانيها المواطن وفي السياق نفسه قدم الوكيل الكثيرية الشكر والتقدير لرئيس مؤسسة بن كاردوس للتنمية عبيد بن كاردوس التميمي على اسهامات المؤسسة في العمل الخيري والتنموي بدوره اعلن رئيس المؤسسة بالتبرع بوسيلة مواصلات للفريق التوعوي بفرع مؤسسة السرطان امل بوادي حضرموت ستسهم في التغلب على مشكلة تنقلات الفريق في نشاطه التوعوي بالمناطق والقرى الريفية اشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ عصام الكثيري ومعه الوكيل المساعد عبدالهادي التميمي بالاعمال المميزة والتصاميم الرائعة التي يقوم بها العديد من المبدعين في كثير من المجالات وجدد الوكيلان الكثيري والتميمي في لقائهم اليوم بحضور المدير العام لمكتب الشباب والرياضة بوادي وصحراء حضرموت علي باشعيب اعجابهما بما يتميز به ابن مدينة الغنات ريم المبدع الفنان التشكيلي يعقوب هبشان الذي قام بتصبيب مجسم تشكيلي معماري لاستاذ سيئون الأولمبي مؤكدان دعم ومساندة السلطة المحلية لجهود الشباب وخلق الأجواء المناسبة لتنمية مواهبهم وتطوير قدراتهم من جانبه عبر الفنان التشكيلي عن سعادته الكبيرة بالدعوة الموجهة له من قبل مكتب الشباب والرياضة بالوادي والتي اعتبرها دليلا قاطعا على اهتمام المكتب الشباب المبدعين في مختلف المجالات مضيفا بأن اختياره لتصميم مجسم للأستاذ الأولمبي من أجل التنويع وابتكار جديد في مجال فن الرسم بالإضافة إلى أنه يهدف من خلال هذا التصميم إلى إرسال رسالة للحكومة والسلطة المحلية للاهتمام بالشباب وسرعة استكمال الأستاذ الأولمبي موضحا بأن تصميم المجسم استغرق ثلاثة أشهر مستعرضا عددا من التحديات التي واجهته أثناء العمل حضر اللقاء المدير العام للمدينة الرياضية صالح عاشور عبدون في سياق نشر الوعي بين صفوف الطلاب مخاطر المخدرات التقى الأستاذ جمال سالم عبدون المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضر موت صباح اليوم بالرائد عبدالله أحمد لحمدي مدير إدارة مكافحة المخدرات بحضر موت الساحل وفي اللقاء أكد عبدون على أهمية تكثيف الحملات التوعوية بخطورة المخدرات وتعاطيها مشيرا إلى أن القطاع التربوي والتعليمي خلال السنوات الماضية وضمن خطته اليومية للأنشطة اللاصفية يسهم في عملية التحذير في تعاطي هذه الآفة الدخيلة على حضر موت وتاريخها وثقافتها مؤكدا استعداد مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وفروعه بالمديريات للتعاون والتجاوب المثمر لإنجاح الحملات التوعوية التي سيتم الإعداد لها وفق خطة مبرمجة ومزمنة ستستوعب ضمن خطة النشاط العام للعام الدراسي 2017-2018 من جانبه شكر الرائد الأحمدي قيادة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة مؤثمنا الجهود التي تبذل من أجل استيصال ظاهرة تعاطي المخدرات التي يسعى عدد من ضعفاء النفوس لترويجها في المجتمع الحضرمي عامة والطلابي خاصة منوها إلى تبني إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة لحملة التثقيف والتوعية والتحذير والتنبيه من مخاطر المخدرات والعمل من أجل القضاء عليها بكل السبل والوسائل حتى يهنأ الوطن بأبنائه ويتطور في السنوات القادمة نظم مكتب فرع وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت في مديرية شبام دورة تدريبية لتثقيف النخب من مدرسين وأئمة مساجد ورواد المجتمع وقيادات الأندية الشبابية ومنظمات المجتمع المدني حول مخاطر حم الضنك وكيفية مكافحتها ويأتي المشروع ضمن سلسلة دورات يستهدفها مكتب الصحة العامة في ست مديريات في وادي حضرموت بتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وينفذ على مرحلتين المرحلة الأولى حملة الرش ومكافحة البعوض والمرحلة الثانية التثقيف ورفع مستوى الوعي المجتمعي حول مخاطر حم الضنك وكيفية مكافحتها في افتتاح الدورة التدريبية تحدث مدير مكتب الصحة بمديرية شبام الدكتور صالح يزيد بن حيدرة عن أهمية الوقاية من حم الضنك واتباع السبل والطرق المثلى في مكافحتها والقضاء عليها مؤكدا حرص مكتب الصحة بالمديرية على التعاون والمشاركة مع الجهات الأخرى لمواجهة انتشار بعوض حم الضنك ورصد أماكنه والحد من الانتشار الحشري السريع دشنت الدورات الإنعاشية لبرنامج التنمية المهنية للمعلمين لتدريب المعلمين بمدارس وادي حضر موت بتمويل من مؤسسة العون للتنمية وتنفيذ مؤسسة طيبة للتنمية وبإشراف مكتب وزارة التربية والتعليم بوادي حضر موت بالتعاون مع منظمة وورد لينكس المنطقة العربية البرنامج الذي دشن بست مدارس بوادي حضر موت استهدف تدريب 153 معلما ومعلمة يتدربون من خلال البرنامج على مهارات استخدام الحاسوب والإنترنت والمعامل الرقمية في العملية التعليمية مما سيساهم في تطوير العملية التعليمية وتحسينها وخلال التنشين أكد الأخ سالم حمد إخصاء التعليم العام بمؤسسة العون للتنمية حرص مؤسسة العون للتنمية على تمويل البرامج النوعية في المجال التعليمي والتركيز على الجودة في تلك البرامج ولعل أبرزها برنامج التنمية المهنية للمعلمين فيما حث الأخ أحمد حديجان مدير مؤسسة طيبة للتنمية مكتب حضرموت خلال التجهين المعلمين والمعلمات المستهدفين في البرنامج من الاستفادة القصوى من أدبيات البرامج ونقل المعارف والمهارات لزملائهم المعلمين وتطبيق ذلك مع طلابهم من خلال إجراء بعض الحصص بداخل المعامل واستخدام الحاسوب والإنترنت مما سيساهم في تحصيل العملية التعليمية من جهته أكد مشرف المشروع بمناطق وادي حضرموت الأخ صبر باصباح على أهمية البرنامج الذي بدوره سيساهم في تزويد المعلمين بالمعارف والمهارات التي بدورها ستنعقص على تطوير العملية التعليمية حضر التجهيل مدراء مكاتب التربية والتعليم بالمديريات ومدراء المدارس المستهدفة بمناطق الوادي والصحراء وأعظام جالس الآباء بالمدارس احتفت مدارس النور لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه الشرعية بمدينة الهجرين التاريخية مديرية دوعا محافظة حضرموت بتخرج ثلاثة عشر حافظا وحافظة لكتاب الله تعالى من المراجعين بحضور الشيخ محمد سلوم بن عفيف وفي حفل التكريم التي نظمته إدارة المدرسة بمسجد جامع الهجرين التاريخي أشاد مدير إدارة وزارة الأوقاف والإرشاد بمديرية دوعا عبد الرحمن علوي باعقيل بحفاظ كتاب الله ودور المدرسة في تأهيل واحتضان جيل من الحفاظ تترجم التدين الصحيح والأخلاق الحسنة التي حث عليها الدين الإسلامي في النصوص القرآنية وألقى إمام وخطيب جامع الهجرين محمد هاشم الجيلاني كلمة عن العلماء دعا فيها الحفاظ إلى العمل بكتاب الله وبأحكامه وأن يكونوا قدوة للآخرين وحثهم على العمل بتعاليم القرآن الكريم وأحكامه والعمل بما ينفع الأمة ويوحد صفوفها وأوضحت كلمة إدارة المدرسة التي ألقاها مدير المدرسة عبد الله عبد الرحمن الكاف والمدرس علي سعيد دحدح عمية التكريم لحفظة القرآن الكريم لدورهم في حفظ ونشر كتاب الله وباعتبارهم دعاة إلى الخير شاكرين الداعمين من رجال الخير على دعبهم المتواصل للمدرسة وفي مقدمتهم الشيخ محمد سلوم بن عفيف ومحمد بعبود بادوحمان والشيخ أحمد محمد السكوتي بن عفيف وغيرهم من رجال الخير والأعمال وألقيت في الحفل كلمتان عن أهالي الحفاظ ألقاها الدكتور أبو بكر عمر باحمدان وعبد الله علي الكاف أشارتا إلى المراحل التي مر بها الحفاظ والحافظات حتى تمكنوا من إتمام حفظ المصحف الشريف مستعرضين جهود المؤسسة والآباء والأمهات والمدرسين حتى وصلت هذه الكوكبة من حفاظ وحافظات القرآن الكريم إلى حفظهم لكتاب الله الكريم برعاية كريمة من محافظ محافظة حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وتنفيذ لجنة أهلية مستقلة احتفلت مدينة شحير بزواجها الجماعي الأول لعدد 32 عريسا وعروسا وحضر مراسم عقد القرآن الذي أقيم مؤخرا بجامع شحير العميد أحمد محمد بام علم مستشار قائد المنطقة العسكرية الثانية والعميد عمر سالم باشادي مستشار قائد المنطقة العسكرية الثانية واللواء أحمد عوض بن جوهر مستشار المحافظ للشؤون الأمنية وعدد من الشخصيات البارزة وجمهور غفير من أبناء شحير والمناطق المجاورة وألقى الشيخ الدكتور صادق بن طير إمام جامع شحير كلمة توجيهية عشية مراسم العقد الذي تبعه الزامل وتهنئة العرسان وأقيمت مساء اليوم نفسه لعبة العدة الشعبية وألعاب شعبية من التراث الحضرمي الأصيل وكان الحفل الرجالي الشبواني قد أقيم بمشاركة عدد من عمالقة الشعر بالمحافظة من بينهم الشاعر الحباني وباعكيم وسبقته لعبة العدة الشعبية لفرقة شحير واختتم المهرجان بإقامة الفعاليات النسائية وزفة العرسان ختام أخبار حضرموت تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء رئيس الجمهورية يهنئ نظيره الألماني بيوم الوحدة لبلاده وزير النقل ومحافظ حضرموت يناقشان مشاريع لتطوير ميناء المكلة وإنشاء محطتين للنقل البري بحضرموت التوقيع على اتفاقية لحفر بئرين لمياه الشرب بالمكلة تجشين بمستشفى تريم العمل بجهازي الإيكو لأمراض القلب وجهاز سي أرام وملحقاتها لعمليات العظام بمستشفى تريم مناقشة خطة مكتب تربية حضرموت الساحل لنشر الوعي بين الطلاب بمخاطر المخدرات وبالتذكير بالعنوين مشاهدين الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه نشرة الإخبارية شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة والسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته اشتركوا في القناة